وتحكي لنا أكتر عن هذا الفريق البحثي فيه كلية العلوم جامعة إسكندرية وإيه هي طبيعة الأبحاث اللي بتعملوها لعلاج السرطان هي الفكرة جات أن أنا كنت في أمريكا بدرس لفترة طويلة جداً أكتر من عشر سنين وابتديت أرجع مصر وبتديت أفكر أن الأبحاثي اللي هناك أنا إلها المصر وبتدي أكون نفس الفريق البحثي لأن مصر فيها علماء كتير جداً وفيه ناس خامة كويسة جداً أنت لو وفرت لهم المجال ممكن أن نحن نوصل لحاجات كويسة فده اللي خليني راجعت في 2010 وابتدينا أن نعمل الفريق بتاعنا ونعمل معمل مجهز بإمكانيات كويسة جداً وبتديت أختار الطلبة المتميزة وكان منهم الدكتورة أميرة وبعض زميلها وابتدينا بيهم أبحاثنا وهذا الكلام طبعاً عملنا اللينك وعملنا زي شراكة ما بيننا وما بين الجامعات الأمريكية بحيث أن هم يبقى فيه سابورت لنا عشان ننقل التكنولوجي من هناك لغاية هنا ونبتدي نعمل أبحاثنا وننشر ونعمل شغلنا من مصر وفعلاً نجحنا في أن احنا خدنا جوائز منها جائزة الدولة ومنها جائزة جامعة التميز لجامعة السكندرية في ساعة 2021 وجائزة بتاعت الدكتورة أميرة وعندنا تيم كبير برضو خد جوائز دولية في أمريكا وفي غيرها فمن هنا بدنا أن احنا حسنا أن احنا حطينا قدينا على الطريق المزبوط بحيث أن احنا نجحين في أن احنا نختار الطالب المصري الناجح نوفر له الإمكانيات نديه الفرصة أنه هو يفكر ويبتكر ده أكيد بيوصلوا للعالمية بسهولة جدا صحيح ومسألة إشراك الطلبة في هذا البروتوكول شيء غاية في الأهمية لأنه بتنقلهم كمان خبرات سنين زي ما حضرتك كنت بتقول وخبرات وشركات دولية داخل الجامعات المصرية وعايزة أسأل حضرتك عن التكنولوجيا اللي حقيقة تتكلم أنه يتم نقلها هل هي التكنولوجيا؟ إيه هي التكنولوجيا؟ علاج جديد يعني ليه السرطان؟ علاج بالجينات ليس هو العلاج المتعرف عليه بالكيماوي والإشعاع وما إلى ذلك؟ هو طبعا حضرك عارف أن العلاج الكيماوي الإشعاعي بيؤدي له وفاة المريض بصورة يعني مش كل المرضى بتستجيب لأن جاز المناعة بيتدمر في فترة زمانية صغيرة تبعاته يعني مؤذية فكل اللي احنا بنعمله عملنا بعض التكنولوجيا مع التيم الأمريكي واللي أنا شرفت أن أنا أكون الليدر له في أن احنا قدرنا نعمل تكنولوجيا جديدة أن المريض بتاع الكنسر أما يتخذ منه العينة اللي هي بتقول من الورم نفسه أقدر أخذها وازرحها في المعمل عندي وحولها لخلايا مستديمة معايا أقدر أجرب عليها كل العلاجات والأدوية قبل ما جربها على المريض نفسه فبالتالي أول ما تجيب نتيجة كويسة خلال أسبوع أو عشر تيام أبتدي أحط البروتوكول بالجرعات المزبوطة وبنوع الدواء المزبوط وأبتدي أعالج بيه المريض بتاعي بدون أعراض جانبية كبيرة الحاجة التانية العلاجات اللي احنا بنستخدمها بتقلل من الجرعات بتاع الكيماوي اللي بيأخذها المريض فبدل ما يكون بدي الجرع 100% بدي له عشر الجرع اللي أنا بديها لأنه بيبقى عامل محفز ودي طبعا بتشتغل بالخلايا الجزعية السرطانية وبيشتغل عن طريق النانو تكنولوجي وعن طريق تكنولوجي جديد اسمها CRC تكنولوجي قدرنا أن احنا نعمل لها ديفالوب في أمريكا وتنقلت عندي في اللاب في كلية العلوم جامعة اسكندرية وشغلنا عليها الطلبة ونشرنا عليها أبحاث وخدنا بيها جواز فدي برضو أنا شايف أن دي بتبقى يعني انطلاقة أنه زي ما بقول لحضرتك الطالب أو المصري مش نقصوا أي حاجة غير أن تدي له حريتي للفكر توري له الطريق المزبوط مش عملية بس إمكانيات ومعامل وأجهزة لا الفكر نفسه يتغير وتدي له السابورت والثقة في نفسه بيقدر يوصل لهو عايزه والعالمية زي ما بقولت لحضرتك النو طايب صحيح يا دكتور وده يمكن كان فكرة من الأفكار اللي خليتني أفكر أن أنا أتقدم لعمادة الكلية السنة دي على أساس أن الفكر ده ما يكونش عندي بس في اللاب عندي لا ده نخليه ينتقل بقى للكلية كلها وممكن الجامعة كلها فيبل فايدة مش بس للريسورش تيم بتاعي اللي هو إحنا نخلصين أكتر من 120 رسالة ماجستير ودكتوراه والتيم بتاعنا دلوقتي حاجة واربعين باحث فإحنا نخلي العملية توسع بصورة أكبر وفي التالي دي حيبقى مجاله أفضل يعني اشتركوا في القناة